الجمهورية العربية السورية وزارة التربية منهج الصف التاسع كتاب الفيزياء والكيمياء الوحدة التعليمية الثانية الميكانيك والطاقة تقدمت مبادر الضوء بصوت عبدالخالق عامر دبرني يتضمن هذا التسجيل أسئلة وحدة الميكانيك والطاقة أي من الصفحة الواحد والثمانين إلى الصفحة خمس وثمانين أسئلة وحدة الميكانيك والطاقة السؤال الأول اكتب المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل من العبارات الآتية واحد توازن يحدث عندما يمر محور الدوران من مركز ثقل الجسم الصلب الإجابة هي توازن مطلق اثنان قوتان متساويتان شدة ومتعكستان جهة ومتوازيتان حاملا إذا أثرت في جسم جعلته يدور الإجابة هي المزدوجة ثلاثة البعد بين حامل القوى ومحور الدوران الإجابة هي ذراع القوى أربعة الفعل التدويري للمزدوجة في الجسم الإجابة هي عزم المزدوجة خمسة مركز توازن جسم صلب الإجابة هي مركز ثقل الجسم الصلب ستة الطاقة الناتجة عن حركة الجسم الإجابة هي الطاقة الحركية سبعة تساوي مجموع الطاقتين الحركية والكامل لجسم الإجابة هي الطاقة الميكانيكية ثمانية قدرة الجسم على القيام بعمل الإجابة هي الطاقة تسعة خفض ضياع الطاقة بهدف ضمان مستوى من الراحة في المستقبل الإجابة هي الطاقة المتجددة السؤال الثاني أكمل الفراغات بالكلمات المناسبة في كل من العبارات الآتية واحد يقاس عزم المزدوجة بالوحدة فراغ في الجملة الدولية الإجابة هي متر ضرب نيوتون اثنان يتناسب عزم القوة طرداً مع فراغ وفراغ الإجابة هي شدة القوة وذراع القوة ثلاثة يمتلك الجسم في أعلى ارتفاع له طاقة فراغ وعند سقوطه تتحول إلى طاقة فراغ الإجابة هي يمتلك الجسم في أعلى ارتفاع له طاقة كامنة وعند سقوطه تتحول إلى طاقة حركية أربعة تتوقف الطاقة الكامنة لجسم على عاملين هما فراغ وفراغ الإجابة هي ثقل الجسم وارتفاعه عن صفح الأرض خمسة تسمى النسبة بين الطاقة الناتجة المفيدة والطاقة الداخلة المستهلكة بفراغ الإجابة هي بالمردود 6- يتوازن الجسم الصلب فراغ عندما تكون محصلة القوى الخارجية المؤثرة فيه تساوي الصفر الإجابة هي يتوازن الجسم الصلب انسحابيا عندما تكون محصلة القوى المؤثرة فيه تساوي الصفر 7- يتوازن الجسم الصلب فراغ عندما تكون محصلة عزوم القوى الخارجية المؤثرة فيه تساوي الصفر الإجابة هي يتوازن الجسم الصلب دورانيا عندما تكون محصلة عزوم القوى المؤثرة فيه تساوي الصفر السؤال الثالث اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي وانقلها إلى دفترك 1. ترتيب الأشكال الآتية حسب تزايد طول ذراع القوى توضيح الأشكال هي A دائرة مركزها دلتا تؤثر عليها قوى من الجهة اليمنى متجهة إلى اليمين الشكل دائرة مركزها دلتا تتأثر بقوى F من الجهة اليمنى ومتجهة إلى الأسفل الشكل دائرة مركزها دلتا تتأثر بقوى F من الجهة اليمنى وجهة القوى نحو الشمال الغربي الشكل دائرة مركزها دلتا تتأثر بقوى F على الجهة اليمنى وجهة القوى هي إلى الشمال الشرقي انتهى التوضيح الإجابة A هي A إلى B إلى C إلى D الإجابة B هي B إلى C إلى D إلى A الإجابة C هي D إلى B إلى A إلى C الإجابة D هي C إلى D إلى A إلى B الجواب الصحيح هو الإجابة B والترتيب يكون الشكل B ثم الشكل C ثم الشكل D ثم الشكل A اثنان الشكل الذي لا يمثل توازنا قلقا توضيح الأشكال هي A شخص واقف على يديه B شخص يتعلق بقضيب معدني C شخص على دولاب مفرد D شخص على حبل انتهى التوضيح الإجابة صحيحة هي B وهو الشخص متعلق بيديه بقضيب معدني ثلاثة الجسم المتجانس الذي فيه النقطة C لا تمثل مركز الثقل A والنقطة C هي نقطة تقاطع أقطارها B الشكل هو مثلث والنقطة C هي نقطة تلاقي من الصفات C استوانا والنقطة C هي نقطة تلاقي قطري الاستوانا D استوانا والنقطة C هي نقطة تقاطع قطري قاعدة الاستوانا الجواب الصحيح D وهي استوانا النقطة C فيها تكون نقطة تقاطع قطري قاعدة الاستوانا 4 الشكل الذي يمثل مزدوجه A. قطعة مستقيمة تتأثر بقوتين القوى F على اليمين ومتجهة إلى الأعلى والقوى F2 على اليسار ومتجهة إلى الأسفل B. قطعة مستقيمة تتأثر بقوتين القوى F1 من اليمين ومتجهة إلى الجنوب الغربي والقوى F2 على اليسار ومتجهة إلى الأعلى C قطعة المستقيمة تتأثر بقوتين F1 على اليمين ومتجهة نحو الشمال الشرقي والقوة F2 على اليسار ومتجهة نحو الشمال الشرقي D قطعة المستقيمة تتأثر بقوتين القوة F1 على اليمين ومتجهة إلى الأسفل والقوة F2 على اليسار ومتجهة إلى الأعلى الجواب الصحيح هو D والشكل هو قطعة المستقيمة تتأثر بقوتين القوة F1 على اليمين وجهتها نحو الأسفل والقوة في اثنان على اليسار وجهتها نحو الأعلى 5- يختزن جسم طاقة كاملة ثقالية 200 جول على ارتفاع 8 متر من سطح الأرض فإن الارتفاع الذي تكون فيه الطاقة الكاملة الثقالية 150 جول يساوي A- 3 متر B- 5 متر C- 9 متر D- 6 متر الجواب هو D- 6 متر 6- من مصادر الطاقات المتجددة A- المياه الجارية B- الفحم الحجري C- البترول D- المواد المشعة الجواب هو A- المياه الجارية 7- من الطاقات غير المتجددة A- الرياح B- المد والجزر C- الغاز D- الطاقة الشمسية الإجابة الصحية هي C- الغاز 8- ساق معدنية متجانسة تدور في مستوى شاقولي حول محور أفقي مار من أحد طرفيها فإنها تمر في أثناء دورانها دورة كاملة بتوازن A- مطلخ فقط B- مستقر فقط C- قلق فقط D- قلق ومستقر الإجابة هي D- قلق ومستقر 9- تبلغ الطاقة الحركية 81 جول لجسم يتحرك بسرعة ثابتة مقدارها 3 متر ضرب ثانية أس سالب واحد فتكون كتلة الجسم مساوية A- ثمانية عشر كيلو جرام B- أربع وخمسون كيلو جرام C- واحد وثمانون كيلو جرام D- سبع وعشرون كيلو جرام الإجابة هي A- ثمانية عشر كيلو جرام عشرة جسم كتلته أربع كيلو جرام بلغت طاقته الحركية 72 جول فتكون سرعته تساوي A- أربع متر ضرب ثانية أس سالب واحد B- ثمانية متر ضرب ثانية أس سالب واحد C- ستة متر ضرب ثانية أس سالب واحد D- اثنان متر ضرب ثانية أس سالب واحد الجواب هو C- ستة متر ضرب ثانية أس سالب واحد 11- يسقط جسم صلب كتلته 0.5 كيلوغرام من ارتفاع H عن سطح الأرض في منطقة تسارع الجاذبية الأرضية فيها G تساوي 10 متر ضرب ثانية أو سالب 2 يكون التغير في طاقته التعمل الثقالية عندما يسقط شاقوليا لمسافة 10 متر يساوي حيث دلتا AB تساوي M ضرب G ضرب دلتا H A سالب 25 جول B سالب 50 جول C سالب 75 جول D سالب 100 جول الجواب هو B سالب 50 جول توضيح تمت الإجابة من القانون حيث دلتا أطش تساوي أطش 2 نائس أطش 1 وتساوي سالب 10 ومنه دلتا AB تساوي 0.5 ضرب 10 ضرب سالب 10 وتساوي سالب 50 جول انتهى التوضيح السؤال الرابع ضع إشارة صح أمام العبارات الصحيحة وإشارة X أمام العبارة المغلوط فيها ثم صحيح الغلط 1- عند شد نابض أو انضغاطه يكتسب طاقة كامنة مرونية الإجابة صحيحة 2- بعد أن تسقط كرة من يدك وأنت تساعد درج فإنها تكتسب طاقة كامنة ثقالية الإجابة خاطئة والتصحيح هو بعد أن تسقط كرة من يدك وأنت تساعد درج فإنها تكتسب طاقة حركية 3- محصلة قوتين مزدوجة قوة ثابتة تؤدي إلى تدوير الجسم الإجابة خاطئة والتصحيح هو محصلة قوتين مزدوجة لا يمكن تحصيلها تؤدي إلى تدوير الجسم 4- عندما يمر محور الدوران من مركز سيقال استوانة متجانسة يكون توازنها توازنا مطلقا الإجابة صحيحة 5- يتعلق عزم القوة بشدة القوة فقط الإجابة خاطئة والتصحيح هو يتعلق عزم القوة بشدة القوة وذراع القوة 6- تتناسب الطاقة الحركية طردا مع سرعة الجسم المتحرك الإجابة خاطئة والتصحيح هو 7- تتناسب الطاقة الحركية طردا مع مربع سرعة جسم المتحرك 7- تعتبر الطاقة الشمسية من الطاقات المتجددة الإجابة صحيحة 8- عزم المزدوجة تؤثر في مقوة دراجة يتعلق بشدة كل من قوتيها فقط الإجابة خاطئة والتصحيح هو عزم المزدوجة تؤثر في مقوة دراجة يتعلق بشدة كل من قوتيها والبعد بين القوتين ذراع المزدوجة 9- في أثناء حركة الأرجوحة تتحول الطاقة الكامنة إلى طاقة حركية فقط الإجابة خاطئة والتصحيح هو 10- انعدام محصلة العزم مؤثرة على جسم صلب قابل للدوران حول محور يسمى شرط التوازن الانسحابي الإجابة خاطئة والتصحيح هو 10- انعدام محصلة العزم مؤثرة على جسم صلب قابل للدوران حول محور يسمى شرط التوازن الدوراني السؤال الخامس حل المسائل الآتية المسألة الأولى وضع مكعب من الخشب كتلته 2 كيلو جرام فوق حوض مملوء بالماء فيتوازن مكعب تحت تأثير قوة ثقاله W وقوة دافات أرخامي دس بي كما هو مبين بالشكل المجاور والمطلوب 1- انطلاقا من شرط التوازن الانسحابي أحسب شدة القوة بي بفرض أن تسارع الجازية الأرضية جي تساوي 10 متر ضرب ثانية أو السالب اثنان الحل بي تساوي دابليو وتساوي ام ضرب جي وتساوي اثنان ضرب عشرة وتساوي عشرون نيوتون المسألة الثانية استخدم عامل ميكانيك المفتاح الموجود بالشكل المجاور لفك دولاب السيارة فطبق على المفتاح قوة مقدارها 250 نيوتون فإذا علمت أن المسافة بين يدي 40 سنتيمتر فاحسب عزم المزدوجة مطبق على المفتاح الحل دي تساوي 40 سنتيمتر تقسيم 100 وتساوي 0.4 متر عزم المزدوجة قامة تساوي دي ضرب اث وتساوي 250 ضرب 0.4 وتساوي 100 متر ضرب نيوتون المسألة الثالثة يبلغ عزم المزدوجة 54 متر ضرب نيوتون والبعد بين حاملين قوتيها 27 سنتيمتر فاحسب شدة القوة المشتركة للمزدوجة الحل دي تساوي 27 سنتيمتر تقسيم 100 وتساوي 0.27 متر من القانون قامة تساوي اث ضرب دي ومنه اث تساوي قامة تقسيم دي وتساوي 54 تقسيم 0.27 وتساوي 200 نيوتون المسألة الرابعة توضيح تترافق المسألة مع شكل هو دائرة مركزها النقطة C ويمتد نصف قطرها بشكل أفوقي ليتقاطع مع محيط الدائرة من الجهة اليسرى في النقطة M وتغضع الدائرة من النقطة M بقوة F2 جهتها إلى الأسفل ومن النقطة C يمتد نصف قطر شاقولي إلى الأسفل ليلتقي مع محيط الدائرة بالنقطة N ومن منتصف نصف القطر CN تغضع النقطة O لقوة F1 عمودية على نصف القطر وجهتها إلى اليسار انتهى التوضيح قرص دائري متجانس يستطيع الدوران حول محور دلتا أفوقي مار من مركزه وعمودي على مستويه نصف قطره R تساوي 20 سنتيمتر تؤثر في O منتصف نصف القطر CN قوة شدةها F1 وتؤثر في النقطة M قوة شدةها F2 كما هو موضح بالشكل المجاور والمطلوب واحد انطلاقا من شرط التوازن الدوراني استنتج علاقة بين F1 و F2 كي يبقى القرص متوازنا اثنان اذا جعلنا F1 تساوي أربع أمثال F2 ويبقى القرص متوازنا احسب بعد O عن محور الدوران الحل حل الطلب الأول D1 تساوي R على 2 وتساوي 20 تقسيم 2 وتساوي 10 سنتيمتر ومنه D تساوي 10 سنتيمتر تقسيم 100 وتساوي 0.1 متر D2 تساوي R وتساوي 20 سنتيمتر تقسيم 100 وتساوي 0.2 متر مجموع قامة تساوي 0 ومنه قامة 1 زائد قامة 2 تساوي 0 ومنه D1 ضرب F1 ناقص D2 ضرب F2 وتساوي 0 ومنه 0.1 ضرب F1 ناقص 0.2 ضرب F2 وتساوي 0 ومنه F1 تساوي 2F2 حل الطلب الثاني مجموع قامة تساوي 0 قامة 1 زائد قامة 2 تساوي 0 ومنه D1 ضرب F1 ناقص D2 ضرب F2 وتساوي 0 ومنه D1 ضرب F2 ناقص 0.2 ضرب F2 وتساوي 0 ومنه D1 تساوي 0.2 ضرب F2 تقسيم 4 ضرب F2 ومنه D1 تساوي D1 تساوي D1 تساوي 0.2 تقسيم 4 وتساوي 0.05 المسألة الخامسة نؤثر على الباب المجور بقوة عمودية على سبحه شدتها 50 نيوتن تبعد عن محور دوراني 0.5 متر والمطلوب 1 احسب عزم هذه القوة بالنسبة لمحور الدوران 2 اذا كان العزم مساويا 15 متر ضرب نيوتن احسب بعد نقطة تأثير القوة عن محور الدوران في هذه الحالة الحل حل الطلب الأول عزم القوة بالنسبة لمحور الدوران جامة تساوي D ضرب F وتساوي 50 ضرب 0.5 وتساوي 25 متر ضرب نيوتن حل الطلب الثاني جامة تساوي F ضرب D ومنه D تساوي جامة تقسيم F وتساوي 15 تقسيم 50 وتساوي 0.3 متر المسألة السادسة ساق المتجانسة AB كتلتها 500 جرام وطولها L تساوي 2 متر تدور حول محور أفقي دلتا مار من طرفها العلوي A ونطبق عند النقطة B في طرفها السفلي قوة F عمودية على الساق فتدور الساق بزاوية A تساوي 30 درجة في المستوى الشاقولي وتتوازن كما في الشكل المجاور والمطلوب 1 احسب ذراع كل من القوى F و R و W 2 انطلاقا من شرط التوازن دوراني احسب قيمة القوى F باعتبار تسارع الجاذبية الأرضي G تساوي 10 متر ضرب ثانية أو السالب 2 توضيح الشكل المجاور هو ساق تمدد من الأسفل من النقطة B إلى الأعلى إلى النقطة A تتأثر النقطة B بقوة عمودية على B F وتكون الساق مائلة على الأفق بزاوية 60 درجة من الأسفل وتتأثر الساق بالقوة W عمودية إلى الأسفل من منتصف الساق B A ومن النقطة A شاقول إلى الأسفل بحيث تكون الزاوية بين هذا الشاقول والساق 30 درجة والقوة R هي امتداد الساق من النقطة A انتهى التوضيح الحل حل الطلب الأول ذراع القوة F هو طول الساق A D1 تساوي A B وتساوي 2 متر ذراع القوة W D2 تساوي 0.5 متر توضيح تم إيجاد زراع القوة W عن طريق المسلس المتشكل من نقطة تأثير القوة W التي هي منتصف الساق ولنفترض أن هذه النقطة اسمها O ونأخذ عمود من النقطة O ليقاطع الشاقول الممتد من النقطة A فيقطع الشاقول في النقطة ولنفرض أنها O فتحة فيتشكل لدينا مسلس A O بحيث زاويته العليا تكون 30 درجة فمن القانون سين الزاوية تساوي المقابل على الوتر فيكون ذراع القوة W تساوي سين الزاوية 30 ضرب وطر المثلث ومنه ذراع القوة W تساوي 0.5 ضرب واحد وتساوي 0.5 متر انتهى التوضيح ثراع القوة R D3 تساوي 0 متر لأن حامل R يمر من دلتا حل الطلب الثاني مجموع قامة تساوي 0 ومنه D1 ضرب F ناقص D2 ضرب W زايد D3 ضرب R وتساوي 0 ومنه 2 ضرب F ناقص 0.5 ضرب M ضرب G زايد 0 تساوي 0 ومنه 2 ضرب F ناقص 0.5 ضرب 0.5 ضرب 10 تساوي 0 ومنه F تساوي 1.25 نيوتن المسألة السابعة يختزن جسم طاقة كاملة ثقالية 500 جول عندما يكون على ارتفاع أطش تساوي 10 متر من سطح الأرض وتصبح الطاقة الكاملة الثقالية للجسم نفسه 250 جول عندما يكون على ارتفاع أطش 1 والمطلوب 1.حساب الارتفاع أطش 1 2.حساب ثقال الجسم 3.حسب الطاقة الحركية للجسم وسرعته عندما يكون على ارتفاع أطش 4.الطاقة الحركية للجسم وسرعته عندما يصل إلى سطح الأرض الحل حل الطلب الأول حساب الارتفاع EB2 تقسيم EB1 تساوي 0.5 ضرب أطش 1 تقسيم W ضرب أطش 2 ومنه 250 تقسيم 500 وتساوي أطش 1 تقسيم 10 ومنه أطش 1 تساوي 5 متر حل الطلب الثاني 3.حل الطلب الثالث أكي تساوي 0 جول أكي تساوي 0 جول السرعة V تساوي 0 متر بالثانية والسالب واحد حل الطلب الرابع حل الطلب الرابع أكي تساوي 500 جول ومنه M تساوي W على جي وتساوي 50 على 10 وتساوي 5 كيلو جرام السرعة V تساوي تحت الجزر 2 إي كي تقسيم M وتساوي تحت الجزر 2 ضرب 500 تقسيم 5 وتساوي تحت الجزر 200 وتساوي 10 ضرب تحت الجزر 2 متر بالثانية والسالب واحد المسألة الثامنة نترك جزم كتلته 1 كيلو جرام ليسخدون سرعة إذائية تحت تأثير ثقاله فقط من ارتفاع 5 متر بفرض أن تسارع الجزر الأرضيجي تساوي 10 متر ضرب ثانية والسالب اثنان والمطلوب واحد ما نوع الطاقة التي يمتلكها الجزم على ارتفاع 5 متر واحسب قيمتها اثنان احسب قيمة الطاقة الكاملة الثقالية والطاقة الحركية على ارتفاع 2 متر ثلاثة احسب الارتفاع أطش عندما تكون سرعة الجسم 1 متر ضرب ثانية والسالب واحد اربعة ما نوع الطاقة التي يمتلكها الجسم لحظة وصوله إلى سطح الأرض واحسب قيمتها خمسة احسب العمل الذي قامت به قوة ثقال الجسم لدى سقوطه من الارتفاع السابقة الحل حل الطلب الأول نوع الطاقة هي طاقة كامنة وقيمتها اب تساوي m ضرب g ضرب h وتساوي 1 ضرب 10 ضرب 5 وتساوي 50 جول حل الطلب الثاني قيمة الطاقة الكامنة الثقالية والطاقة الحركية على ارتفاع 2 متر اب تساوي m ضرب g ضرب h وتساوي 1 ضرب 10 ضرب 2 وتساوي 20 جول اي كي تساوي e ناقص اب وتساوي 50 ناقص 20 وتساوي 30 جول حل الطلب الثالث الارتفاع الارتفاع عندما تكون سرعة الجسم 1 متر ضرب ثانية أو السالب 1 اي كي تساوي نصف ضرب m ضرب g مربعة وتساوي نصف ضرب 1 ضرب 1 أو الس 2 وتساوي 0.5 جول اب تساوي اي ناقص اي كي وتساوي 50 ناقص 0.5 وتساوي 49.5 جول ومنه أتش تساوي اب تقسيم m ضرب g وتساوي 49.5 تقسيم 1 ضرب 10 وتساوي 4.95 متر حل الطلب الرابع نوع الطاقة التي يمتلكها جسم لحظة وصوله إلى سطح الأرض وقيمتها نوع الطاقة هي طاقة حركية وقيمتها اي كي تساوي اي وتساوي 50 جول حل الطلب الخامس العمل الذي قامت به قوة ثقل الجسم لدى سقوطه من الارتفاع السابق العمل تساوي اب وتساوي m ضرب g ضرب اتش ومنه و تساوي 1 ضرب 10 ضرب 5 وتساوي 50 جول المسألة التاسعة قارن بين الطاقة الحركية لسيارتين كتلة الأولى عشر طن وتتحرك بسرعة 36 كيلو متر ضرب ساعة أو السالب واحد وكتلة الثانية اثنان طن وتتحرك بسرعة 72 كيلو متر في الساعة الحل السرعة v واحد تساوي 36 ضرب ألف تقسيم 3600 وتساوي 10 متر ضرب ثانية أو السالب واحد ايكي واحد تساوي نصف ضرب م واحد ضرب بي واحد مربع وتساوي نصف ضرب ألف ضرب 10 أسف ثان وتساوي 50 ألف جول السرعة v2 تساوي 72 ألف تقسيم 3600 وتساوي 20 متر ضرب ثانية أو السالب واحد ومنه ايكي اثنان تساوي نصف ضرب اما اثنان ضرب v2 أو الس اثنان وتساوي نصف ضرب ألف ضرب 20 أس اثنان وتساوي 40 ألف جول ومنه ايكي واحد اكبر من ايكي اثنان ايكي تسجيل